باشرت مصالح الشرطة في بلدية ميلة عمليات البحث عن الطفل بنرجم محفوظ أنيس دول خمس سنوات والمختفي منذ أمس وقامت مصالح الحماية المدنية بتفتيش كافة الأماكن المشتبه فيها دون ما العثور عليه بعد مني 30 متر وقالت 10 دقيق وليس نحوز عليها نايا تقيت وما كانش وليس نحوزه في الدار فوق الضالة تحت كنابيات في القاراج مالقناش لحمة شعبية وتواصلية بين المواطنين ومختلف المصالح الرسمية اتجاه حادثة الاختفاء التي أثارت الكثير من الاستفهامات خاصة وأن الطفل يقطن ببلدية شلغوم العيد وكان برفقة أمه بمنزلها الأبوي اتطاف طفل في العمر في الخمس سنوات رأي تصل بنا جدو رأي قامت المباحث 13 شعب السعر بعد تصلنا بالشرطة رأي بيت الليل كامل الشرطة حوصلت معني في الأماكن اللي شوية معزولة حوصلنا في بيار في ويدان يعني من المستحيل يعني والاختطاف هذا الولاد يعني رأي شي ممكن وسط الحقول المجاورة لحي عين كشكين تتواصل عمليات البحث بانتظار استعمال الكلاب المدربة لتقفي الآثار وأصدرت مصالح الأمن بيانا يتناول الحادثة ترجمة نانسي قنقر